قال رئيس عبدالفتح السيسي إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا العام يأتي في ظروف دقيقة يمر بها العالم تعيد إلى الأدهان ذكريات من القلق والتوتر في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف أن الأزمات العالمية كانت كفيلة باقتلع الاقتصاد من جذوره لو لا العمل التنموي المكثف الذي أثبت نجاحا كبيرا يأتي احتفالنا هذا العام بالمولد النبوي المبارك بينما يمر العالم بظروف دقيقة تعيد إلى الأدهان ذكريات من التوتر والقلق والاتراب لم تحدث منذ عقود طويلة فما بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعيتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عملية الانتاج في كبرى دول العالم وما أعقب من ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقمها بشدة مما دفع الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق أملا في احتواء التضخم وهو ما استدعى نزوحا كثيفا لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية ومن هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة والحق أقول لكم أن عصفة طاغية كتلك كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي والعصف بالكثير من مكتسبات الشعب المصري وإن الثماني سنوات الأخيرة من العمل التنموي المكسف غير المسبوق في حجمه ونطاقه وسرعته قد أثبرت صلابة وصمودا ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومي بما يدفعنا إلى اليقين بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب بإذن الله